صمود شعب قهر المحتل وهوية وطن رسمتها ثورة الرابع عشر من أكتوبر بعد انتفاضات وكفاح واجه خلاله أبناء عدن المستعمر البريطاني تولى على عدن الكثير من الطامعين والدول المستعمرة ولعل من أهمها بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس وضعت بريطانيا جل اهتمامها لاحتلال عدن لتكون قاعدة بحرية ومستودعا للسفن البريطانية وأكد الكابتن هينس على ضرورة احتلال عدن لأهميتها الاستراتيجية فكان للبريطانيين ما أرادوا عندما تحججوا في العام 1837 بجنوح سفينة ترفع العالم البريطاني من ساحل عدن حينها دعوا الانجليزة نسو كان عدن هاجموا السفينة وسرقوا حملتها فكان لابد للانجليزة الاستفادة من هذه الحادثة فلم يمضي شهر من وقوعها حتى ازداد اهتمام بريطانيا بجعل مدينة عدن قاعدة عسكرية تهيمن على المنطقة العربية ككل في 19 يناير من العام 1839 قصفت مدفعية الأصول البريطاني مدينة عدن لم يستطع الأهل الصمود أمام نيران بريطانيا فسيطر البريطانيون على المدينة تمثل كثير من المحاولات لتحرير عدن من البريطانيين لكن لم تنجح بسبب الفارق الهائل بتسليح القوتين كانت عدن أكثر تقدما وإعمارا وكانت نسبة التعليم مرتفعة بين سكانها نتيجة الإدارة الإنجليزية للمدينة التي عاملت على منهجة الفوارق الاجتماعية بينها وبين المناطق المحيطة بها كحضر موت وشبو وأبيان وغيرها كسياسة اتبعتها بريطانيا لتقسيم الجنوب توالت العديد من الهبات والانتفاضات الثورية في العام 1952 في أماكن متفرقة في الجنوب كسر ذلك حاجز الخوف أمام الجنوبيين انتفاضة ذثينة سطرت صفحات مشرقة في النضال ضد الاحتلال البريطاني وانتفاضة رتفان التي سطرت أروع الملاحم وانتفاضة يافع والمحفد وغيرها وفي مارس في العام 1956 شهدت عدن إضرابات عمالية وزاد الغضب ضد التواجد البريطاني في عدن وفي فبراير العام 1957 شهدت المحميات الغربية أكثر من خمسين حادثة معظمها إطلاق نار على المستحمرات البريطانية في رتفان وحلمين والضالع وفي سبتمبر من العام ذاته بدأت انتفاضة قبلية قبلية الشعار في الضالع تضم معهم قوات من عدن والحج وانتفضت قبائل بيحان في العام 1958 قامت قبائل عدة من الضالع ويافع في المواجهة اندلعت انتفاضة قبائل حضرموت وقبائل الربيزي في العوالق قامت بإجبار القوات البريطانية من الانسحاب من المراكز العسكرية التي أقاموها فقامت القوات البريطانية بقصف المواقع المدنية وأحرقت المزارع وشردت الأسر ولجأ الثوار إلى الجبال لمواصلة المقاومة وفي فبراير للعام 1963 تم الاتفاق على توحيد القوى الثورية في إطار جبهة موحدة جبهة تحرير الجنوب وأطلق على جبهة باسم الجبهة القومية لتحرير الجنوب المحتل أخذت الجبهة القومية لتحرير الجنوب على عاتقها بسألة الاعتراف بالثورة المسلحة أسلوبا وحيدا لطرد المستعمر وتم تشكيل لجنة تحضرية من مجموعة من الشخصيات والقيادات المشاركة في الجبهة وكان على رأسها قحطان محمد الشعبي حينها أقر نص الميثاق القومي وبرز في صدر الميثاق شعار الجبهة التحرير والعدالة الاجتماعية حيث نشرت الوثيقة الموضحة للخط السياسي لهذا التنظيم في أغسطس عام 1963 تم إعلان تأسيس الجبهة القومية لتحرير الجنوب وتم تشكيل قيادة الجبهة من 12 شخصا وفي صبيحة 14 أكتوبر للعام 1963 كان عدد من أبناء رتفان عيدين إلى مدينتهم لكنهم فجؤوا بنقطة تفتيش عسكرية هدفها وضعها الاحتلال البريطاني هدفا لنزع سلاح القبائل ولما رفض الشهيد غالب ورفاقه تسليم السلاح بدأت مشادات فاحتكاك فإطلاق نار فثورة امتدت وامتد لهيبها لتصل أولا إلى جبال رتفان ثم امتدت إلى عبق المستعمر البريطاني في مدينة عدن وضواحيها انطلقت الثورة في 14 أكتوبر من العام 1963 من جبال رتفان بقيادة الشهيد غالب الراجح لابوزة الذي الشهد في مغيب الشمس يوم الثورة وقد شنت سلطات الاستعمارية حملات عسكرية غاشمة استمرت ستة أشهر بمختلف أنواع الأسلحة تشرد على إثرها الكثير من السكان خليفة عبدالله خليفة نفذ عملية فدائية بتفجير قنبلة في مطار عدن في إطار الكفاح ضد الاحتلال البريطاني وأسفلت عن إصابة المندوب السامي البريطاني بجروح ومصرع نائبه القائد جورج هندرسون بهذه العملية التي أعاقت هذا المؤتمر هي البداية التي نقلت الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني من الريف إلى المدينة هكذا كانت مقاومة الثورة وهكذا انطلقت وهكذا كانت التضحية والفداء وأدركت بريطانيا الحقيقة وهكذا رحلت